السائل الرضا والفل والجمال على حضراتكم من احلى مدينة في مصر واحد من اجمل الاماكن اللي موجودة في العالم كله مدينة العالمين الجديدة معنا واحدة من اجمل نجمات مصر والوطن العربي واهم من اجمات مصر والوطن العربي وطبعا نجمة مصرحيات السندباد اللي منورة مدينة العالمين الجديدة النجمة الكبيرة نيلي كريم مشرفانا ومنورانا ومسائل ورد عليكم الله يخليكم مساعة عزيمة الحلوة ايه كله تمام? كله حاجة. منورة الدنيا كلها ومنورة العالمين. الله يخليك العالمين منورة بنسا. ربنا يخليك يا رب كنت لسي ما داردش معاكي تحت الهوى بقولك رأيك ايه في العالمين فانت قلت نقطة مهمة جدا. انا قلت ان دي مدينة. اه. فعلا مدينة كبيرة فيها كل حاجة. طبعا ملحقتش هبص على كل حاجة. اي. بس اه الطرق حلوة وبعدين في سياح كتير قوي. بحر. بس كل حاجة. دي حاجة من الحاجات اللي ما كناش بنلاقيها في الساحل. يعني فاكرة ان يبقى فيه اجانب في الساحل ما كناش بنلاقي الساحة الاجنبية وناس من فار ايست وناس من كل حتة في اوروبا. رب دي حاجة بقت حلوة قوي في الساحل. ويمكن دي اول مرة احنا كمان عاديين في الفندو ففي وفود من العالم كله. صح. فبتلاقي جنسيات مختلفة لغات مختلفة والناس رايحة جاية. حاجة جميلة. جدا. اول مسرحية انه اللي صح? انا اول مرة مسرحية. اه. يعني. طب قولي لي عايز اعرف احساس المسرح. يعني دايما بسمع ان المسرح ده لي احساس مختلف تماما عن السانمة وعن التليفزيون. وبس انا طبعا كان ليا كنت مسرح بس دار الاوبرا المصرية. اي. اه عشان كنت فرقت بلي اوبرا طبعا. بس طبعا المسرح ده مختلف عن ده تماما. اي. اه اولا مبسوطة جدا ان انا في المسرحية ومعايا نجمل لكل الناس بتحبه وانا شخصيا بحبه جدا جدا جدا. وبحب جدا جمعي امبارح يعني. كريم يعني حبيبي واشتغلنا مع بعض كتير. بس يمكن المسرح مختلف لان المسرح انت كل يوم بتشوف نفس الناس اه كل يوم اه بتعمل رواية بس يعني هتلاقي مثلا امبارح غير النهاردة بكرة هتعمل العرض بشكل مختلف لان كل مرة في اف جديد. حاجة جديدة. اي. ضحك جديد. فكل ده بيخلي المسرحية متجددة طول الوقت. ما بتبقاش هي هاية. اي. اي. اه والناس مثلا اللي جاتتفرجت اه علينا من شغور لما كنا بنعرض. سعودية. سعودية. غير دلوقتي. فكل شوية في تجديد بيحصل. في حاجات جديدة بتحصل. ودايما للاحسن. واهم حاجة طبعا الروح اللي بتبقى موجودة ورا الكواليس. بنبقى كلنا اسرة واحدة. اي. وفعلا كلنا منحب بعض وكلنا منشجع بعض. وكلنا واقفين لبعض في الكواليس. اه. ده احساس حلو. يعني مش موجود في التصوير يمكن عشان في التصوير انت بتروح تعمل المشهد بتاعك وتروح. صحيح. صح. ساعات بنشتغل مع بعض بس ما بنشوفش بعض. اي. لكن اه هنا احنا بنشوف بعض كل يوم بعد المسرح قبل المسرح. فتحس كده فعلا بقينا عينة. دنيا مختلف. طبعا. بمناسبة ان كل يوم فيه جديد. انبارح انا كنت موجود شفت العرض فشفت الافهات اللي هي اللي هي بتاعت الاستاذ سامي مغاوري. الحت اللي هو كان نسي فيها الجملة. اي. اي. الحاجات دي بتبقى. تبقى حلوة جدا. تبقى حلوة جدا فعلا. اه. تبقى طبعية. اه. المسرح لو انت حبيته مش هتخاف منه. اي. فحتيتكلم الجمهور وتطلع من الفي على حاجة غلط فاهم. بس طبعا الغلط الكتير مش مستحب. اي. الاستعراض اللي في الاول خالص جاب في بالي حاجة معرفش جاد في بالك ولا لقى انه. ازاي نيلي كريم بالباكراوند بتاعتها بتاعت البالي. ازاي ما تكونش بتعمل حاجات استعراضية. يعني انت اكتر حد في بالي يعني مؤهل ان هو ممكن يعمل حاجة زي دي. والله يبقى. واستعراض يعني حيكي عليه حاجة هيلة يعني. اه والله يبقى. اه والله يبقى. والله يبقى. مش بيبقى مني بس. يعني هو لازم يكون فيه اه انتاج متشجع ان هو عايز يعمل حاجة. انا كنت طبعا حبة اني اه لو حعمل مسرح تاني اعمل حاجة ميوزيكل اكتر حاجة مختلفة. اه او اه فيلم استعراضي. ميوزيكل يعني. وهي لايه عليكي جدا جدا جدا. انا بحب الجنرة دي بس يمكن الجنرة دي مكلفة شوية. لان طبعا اه فيه غنى فيه مزيكة بتتكتب. يعني بتاع الموضوع مختلف خالص عن الفيلم العادي. اه فبتلاقي تكلفة بتبقى اعلى حب جزين ثلاثة. فمحتاجين المنتجين. يعني دعوة وانا دا. المنتجين يتشجعوا للجنرة دي. ان شاء الله يا رب. فيا رب. ليه لا. طب بمناسبة المشاريع اللي جاية. مفوض اعتقد فيه فيلم اللي هو هابي بيرث داي مع اول تعاون او اول فيلم. ده خلص. ده خلص صح? اه ده خلص. وللي ما بتقلقي شوية انك تشتغلي مع حد ممكن يكون ده اول عمل لي اول تجربة لي. اه لا مش الآن لان انا قبل كده اشتغلت مع كزا مخرج وعملت كزا تجربة مع مخرجين جداد. وانا ما حيب اشتغل مع المخرجين الجداد لان بيبعندهم حماس وعايزين يعملوا حاجة حلوة. وكلنا كنا جداد يوم من الايام. يعني كل واحد ليه اول مرة. يعني اول مرة حد يخرج حد يقف قدام الكاميرا. حد اشتغل مصرح. كل حاجة اول مرة. بتحسي ان الروح الجديدة دي ده بيطلع منك شكل مختلف كابي مختلفة زاوية تانية الناس ما كانتش شايفاها وعارفاها. بس انا انا بحب اجرب عموما يعني. بحب اجرب اشتغل مع ناس جديدة. اشتغل انك مشاريع مختلفة شوية. الفيلم بقى كلمين عنه شوية. هينزل امتى مسلا? لا دي في حاجات بقى دي حاجات انتاجية. بجد في حاجات انتاجية انا معرفوش. بس انا خلصت تصوير الفيلم. وقصته او الشكل بتاعوي. ايه قصة بتاعته بسيطة جدا هي قصة بتتكلم عن ام مطلقة عندها بنت. وفي نفس الوقت عندها الشغالة بتاعت مامتها. هي البنت في سن بنتها. ايه. في الاتنين سقوة. ايه. من هنا بقى منشوف مش احسينها. بس هي فكرة جديدة ومختلفة وفيلم اه فيلم خاص جدا. بمناسبة الافكار الجديدة. بحس اوين شفت مسلسل فراوة طبعا بحيك عليه والف مليوم مبروك متأخرة شوية بس هو نجاح هايل في رمضان. هل في انتنشن عن دينيلي كريم ان هي الفترة اللي جاية تطلع شوية من بعض الاولب اللي ممكن تكون تراجدي الافكار تانية واقالب مختلفة? والله بس اقول لك انا عملت كل حاجة. عملت تراجدي وعملت كوميدي وعملت السسبنس. اه. وانت ماشاء الله جميلة. حاجات كتير عملت. ومقبولة ومحبوة في كل حاجة. حاجات كتير عملتها وعملت صعيدي. عملت عن الادمان. عملت عن السجنة. عملت حاجات تاريخي. فعملت حاجات كتير بس يعني. اه انا ساعات بروح لي مزاجي. انا نفسي اعمل ايه او انا مودي اه انا شخص مزاجانجي جدا. تلس اقولك بغناسبة برج القوس. اه 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 انا شخص مودي جدا واحيانا مش عايز اشتغل. اه. اه محتاجة راحة. اه. فما ادرج اقول لك مثلا كمان شهرين هيحصلين. مش عارك. يعني على حسب الحالة اللي انت فيها. حسب الحالة اللي انت فيها. بعد التجارب اله الكتيرى دي سواء اه اه. الشجارة او 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 ايه اه الحاجة اللي انت نفسك تقدميه يعني ايه الفكرة اللي انت لما تفرج عليه حتى بره. في افلام ممكن تكون اجانبية و ايها نفسي اعمل حاجة شبه كده. غير الجندل اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتاعة الحاجات الميوزيكل يعني. يعني اتكلمنا عن الميوزيكل بس بقية الحاجات في حاجة كتير قوي عملتها. يمكن ما روحتش للافلام الرومانسية بقالي كتير مثلا ما عملتهاش دايما بتبقى حاجات عميقة قوي. حاجات بتتكلم عن حاجات فيها عمق. بس انا بحس على فكرة ان ده الناس دلوقتي بتحبوا جدا حتى في البودكاست والحاجات المنتشرة دلوقتي. من كتر المشاكل الاجتماعيات كتير موجودة عند الناس مع السوشال ميديا والحاجات دي. الناس بقيت رايحة اكتر للحاجات اللي ممكن توريها وتعمل على اللي هي بتعيشه في حياتها وازي تستفيد منه. تحس ان ده مشكلة مش عندها هي لوحدها عند الناس كتير يعني. وبص ساعات بحس ان ده كويس و ساعات بحس ان كتير. اه. فهم? والواحد لما بيفتح السوشال ميديا بحس ان عايزين نروح للحاجات اللي مفيهاش مشاكل امتن اكتر او. اه. اه. حاجات فيها حتى على على المستوى البصري يعني مايبقاش فيها عمس ومايبقاش فيها المشاكل اللي موجودة في الحيالة عادية. تفاية. هلنقلل الدنيا شوية. طب بمناسبة السوشال ميديا انت ايه علاختك بالسوشال ميديا? عادية يعني اه. يعني بفتح على قد شغلي مثلا لو محتاجة احط حاجة. بس مش مجنون السوشال ميديا يعني لو لو بفتح اه. ببقى عايز اعرف معلومة معينة او اقارى حاجة معينة لكن مش مش مجنون السوشال ميديا. مش مش انتو سوشال ميديا مش سوشال ميديا فيك يعني. انا كبيري انستجرام احط صورة حاجات انا بصور. ايه. بس ساعات اه ممكن احط صور انا مصورها يعني حاجات كده. بس كده. اه. لكن مش بتخشي في دي بيتس مثلا مع الناس ما بتتنقشيش مفيش الكلام ده. طب بمناسبة المسرحية السندباد لو انتي اه ركبتي المصرحية على السندباد وروحتي عصر تحبي ترويح عصر ايه? يعني العصر نفسك وتتعيش فيه. مش عارفة بس يمكن روح لي مستقبل طيب. روح لقدام مش لورة. انا رخ لقدام. كنت مدخيها تقول مثلا التلاتينات اه اربعينات. انتي برينسس يعني. خلاص عارفنا في ايه حصل. عايزين نروح لقدام نشوف ايه هيحصل قدام. انتي بتحبي تكنولوجي تحبي تعرفي ايه. لا انا محبش تكنولوجي انا انا شخص بتاع جوابات. ايه. بجد الله. بحب الحاجات يمكن القديمة شوية. ايه. بس لو احب بعرف احب بعرف لقدام. لقدام الا هيبقى حاصل يعني. اللي ممكن يحصل التطور اكثر من كده. طب اخدك حتة تانية معرفش الانترست تعتك فيها او لأ كورة. انتي علاكم بكورة. اه. احب محمد صلاح. بس كده. اه. لكن ملكيش ميولة اهلاوية زمال كوية. مش هقولك. لكن ليك هي بتحبي كورة يعني تفاجع ما تشاب كورة وكده. ساعات بتفرج اه. اه. بقى احب بتفرج لما مصد تلع. طب ومحمد صلاح بالتبيع على طول. يعني بتفاجع ما تشاب بتاعه. اه يعني لما بيبقى فيه مواتش بحب اتفرج على محمد صلاح. ومنتخبات بتحبي منتخبات ايه? ده مش هولك برس. برضو. بس مش هتحكي عليك انا مش شخص قروي اوي. اه. لكن بحب اتفرج على اللي عباح الحلوة اكيد. وبتشوف ايه الخناءات اللي عسوش من ايه بتحبت اهليو زمالك والجمهور وكده. اه ما بحبهاش. بجد والله. بحس ان حرب باهلية يعني ليه? لما احنا نعمل ايه ده احنا. احنا. عامل ايه. احنا لو قلت حاجة بتلاقي الدنيا بازل. انتو عندك برضو الدنيا نوعا ما. يعني سيكة اهدى شوية. احنا في كرة. اه تبقى الدنيا. اه. الشغل مع احمد الجندي رأيك فيه ايه? اه شغل جميل. انا قبل كده اشتغلت مع استاذ احمد عامل استدفة شرف. اه في موضوع عائلي. اه كان مجد الكدواني اه اه. اه اه. يعني انا انا بحبه جدا. اه اه بحب اشتغل معي. يمكن ما اشتغلناش كتير. اه. بس هو جالنا مرة كان ديف شرف اه في مسلسل تحت السيطرة. الحقيقة عمل مشهد عظيم من اعظم المشاهد اللي شفتها. اه. وكنت مصطوطة قوي وانا معاهم ديف شرف في المسلسل. التعاون اللي ما بين المتحدة وموسم الرياض والله هيق لعمل الترفيه في المملكة العربية السعودية. بتشوفي التعاون ده مفيد? انا شايف التعاون ده مفيد جدا 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 جدا. وبجد عايز اشكر السعودية وعايز اشكر الشركة المتحدة ان احنا تعواننا مع بعض وعملنا عرض جميل زي السندباد السندباد عرض عرف ممكن يتعرض كمان سنة واثنين وثلاثة لإنه هو الضحك فيه عام وكمان الجمهور ممكن من الأطفال للكبار عرض متنوع وفيه موسيقى وفيه رأس استعرضات وفيه ضحك وفيه درامة فهو عرض متكامل والعروض يمكن ما بتحصلش كثير قوي انك انت تشجع الفن العربي عموما دي حاجة جميلة قوي واحنا بنكسب الجمهور بنكسب جمهور الوطن العربي كله وان شاء الله يبقى فيه حاجات اكتر وفيه حاجات مختلفة وانا شايفة دلوقتي التعامل كمان على مستوى السينما ومستوى التلفزيون والسينما والمصرح وانا يمكن كنت من زمان بقول احنا في الوطن العربي عندنا مواهب كتير حلوة من المخرجين من الكتاب من الممثلين كان يمكن نقصنا ان احنا يعني الانتاج يبقى مشترك مع بعض ودي حاجة جميلة جدا استقبال الجمهور المصري ما شاء الله المصرحية ثلاثة ايام الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الجمهور من كل الفئات واغلبهم أسر ودي حاجة زي ما انت كنت لسه بتقولي حاجة جميلة جدا ان الأسرة تبقى بتتجمع عشان تروح مصرحية والمصرحية زي ما انت تقولي ادحك فيها جميل وحلو ومحبب للأسرة المصرية استقبال الجمهور ده بالنسبة لك عمل ازاي بص اسعد لقطة كانت النهاردة واحنا بنحيي لما فتحوا النور في الصالة فلقيت الناف كتيرة قوي 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 واعمار مختلفة وفيه أطفال وخبار واحنا بنعرض الصالة بتبقى ضلمة فمش بنشوف الجمهور قوي يمكن بنشوف الصفوف الأولانية ممنشوفش بقى للآخر فالس احلى حاجة ان الصالة كلها كانت مليانة ما فيش ولا كورس يفادي تقريبا فبجد كان احساس كده حاجة جميلة سعيد ومبسوط وانا سعيدة جدا ان احنا عملنا تقريبا عشرين عرض في الصعودية ولما جينا مصر كمان سولد اوت في الثلاث سيام دول فحسن المصرحية فعلا نكحت في الوطن العربي كله وده شئ يسعيد بتحسي فيه كامستري ما بينك ومين كريم عبد العزيز جدا 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 بجد احنا لما بنيجي نصور مثلا في التصوير بتبقى كواليسنا كوميديا جدا يعني غير التصوير بتبقى كواليس كوميديا كريم بركز جدا في شغله بس في نفس الوقت عنده سينس كوميدي كده بلاك كوميدي خفيف بحبه بحترمه وان شاء الله احنا مع بعض في حاجات تانية مختلفة اشتغلنا مع بعض طبعا فيه اللازرع الاولاني والتاني ولسه بيقوله فيه الثالث والمصرحية طبعا وضع مختلف لان انت كل يوم على المصرح بتمثل بشكل جديد يعني كل يوم كل عرض جديد بيبقى يوم جديد صحيح صحيح عيد ميلاده الاسبوع اللي جايت ايه و ايه بقى عايز اقولك كل سنة وانت طيب وربنا يديك الصحة وسعادة ربنا يخلي لك ولادك ومراتك والناس بتحبك قوي 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 وربنا يعني يديك اكتر من اللي انت فيه لان انت تستاهل وانا بحبك قوي ومقصوطك ان انا اشتغلت معك اخيرا بقى نينلي ايه الحاجة مع الشغل اللي بتاع التمثيل مع الكم الضغوط مع تفاصيل كتيرة جدا ممكن تبقى فيها تبقى سترسفل بالنسبالك ايه الحاجة اللي بتخليك تعملي يعني اللي بتخليك تفصلي خالص وتحس ان انت بعدتي عن كل السترس ده وضعي حاجات كتير بس يعني هو الهدوء وانا بحب اروح للبحر وبحب اقعد مع نفسي احب اسمع مازيكة امم يعني هي هي دي الحاجة اللي انا بعملها انا بعمل حاجة اكتر من كده وقبل العرضة وقبل مسلا الشو هل في حاجة معينة بتدعيها؟ حاجة معينة بتقوليها؟ مود معين بتحبي؟ يعني مسلا في لعيبة مثلا تحيب تسمعها مع زيكا لعيبة تقرأ كوران لعيبة تدحك عشان تخرج من الاسترس المنشورة الكبيرة هل عندك تقص معانا ولا ملهاش أنا بحب أحضر نفسي يعني دايما أكون على المسرح قبل ما استطارة تفتح مثلا بنص ساعة بحب أكون موجودة على المسرح أراجع شوية حاجات وتلاقييني بتماشي على المسرح كأني في تراك أروح من الكلوس دا للكلوس دا للمكان دا أفضل كده ماشي وطول المسرحية بأفضل وقف على رجلي ما بعدش ببقى بتفرج على زميلي بشوفهم بيعملوا إيه يعني عارف ستان باي في حاجة تانية غير الفيلم الفترة اللي جاية إن شاء الله بصور فيلم تاني دلوقتي سيف 67 مع موخ الكبير اسمه أبو بكر شوئي يعني فيلم مختلف مبسوطة جدا بدوري في عمشق زيب تيروز بس لسه في مرحلة تصوير إن اللي انت شرفتينها ونورتينها في مهرجان العالمية الجديدة في مدينة العالمية الجديدة يا رب كل التوفيق ليك إي سوق في السندبادة أو في كل الأعمال اللي انت هتعمليها نورت الدنيا وشرفت الدنيا ودايما كده الناس كلها بتحبك وبتحترمك ودي أهم حاجة أشكرك جدا نورت الدنيا كلها أنا بجد سعيدة أن أنا كنت معاك ومبسوطة أنكم جيتوا المسلحية وتفربتوا ويا رب تكون عجبتكم وإن شاء الله أني يجي تاني إن شاء الله يا رب نورت الدنيا كله شكر لك شكر موصول لحضراتكم على المتابعة نراكم بإذن الله على ألف خير